موسيقى ليه بتجازف بحياتك؟ ليش انت بتفكر انك انت عايش على الارض للأبد؟ ما في انسان بيكفل عمره وفي امثل كثير في الكتاب المقدس عن ناس ظنت انه راح تعيش للأبد لكنها ماتت ما بتعرف السعة ولا اللحظة اللي ممكن تفارق هذه الحياة لكن كل ما اعرفه من كلمة الله انت مدعو للحياة الابدية وانت مدعو الآن اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم افتح قلبك للمسيح قولي يا رب تعال سمحني على كل خطية ارحمني انا الانسان الخاطئ بتوب عن خطياي ادعوك لكي احصل على الحياة الابدية تعرف لما بتؤمن في يسوع المسيح انت بتضمن الحياة الابدية وهذا يقين نحن نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة يقين تأكيد مش منفكر ولا منظنه يمكن وان شاء الله لا لما بتآمن في يسوع المسيح الى حياة الابدية انت بتتبع اقوال فيها شك وتردد ولا بتتبع شيء يقين وشخص اسند اقواله بافعاله لانه قام من بين الاموات وبرهن انه هو الحي كل الانبياء اموات وقبورهم حتى هذه اللحظة لكن الحي يسوع المسيح يدعوك الى الحياة فآمن بالمسيح فتحصل على الحياة الابدية اشتركوا في القناة